اشتركوا في القناة جورج ما بتحكي كتير عربي رح جرب قدمة فينا انه نحكي عنه وياك عربي انت فيك تجاوبنا بالانجلش كون مرتاح اكيدة جورج متني والدك البطل عادل متني يعني الله يرحم روحه اليوم انتو حملين هيك راية الرالي راية السيارات وقيادة السيارات بالعيلة رح نحكي اليوم تحديدا عن الكارتينج وسلامة المرورية وسلامة قيادة السيارات بشكل عام هذا موضوع جدا المهم انه نحكي عنه كيف بلشت وكيف وصلنا للكارتينج واليوم كيف هالاكاديمي شكرا على الاستضافة رانية منصبح عليك وعلى المشاهدين والحلو انه اليوم عم ندوي على انجاز لبنان نرغم كل الصعوبات والشالنجز اللي عم نمرق فيهم فمتل ما قلت بالمقدمة يعني حبنا لرياضة السيارات بيمشي بالدم يعني فالله يرحمه بابا كان هو السبب الرئيسي ومن وراء تأثرنا كتير برياضة السيارات بالاجمال وكان دايما يقلنا شاغلة بعدين بتذكره لليوم لألي والأخي روي بوجه له تحية انه ما تحبوا بس السيارات لانه انا عم بارسة وانه بطل بالبنان وبشار الأوسط بديكم تحبوها اذا حبيتوها فعليا من طريقة علمية وتربطوها بموضوع سلامة المرور لانه بابا كمان علي رحمه كان كتير مؤثر بموضوع الروت سيفتي او سلامة المرور وهذا اختصاصي بعدين صار بالجامعة كدراسات عليا يلي اثر على الكارير اللي عندي اياها بحياتي فكتير مهم النقطة اللي التي أحضرتك انه عم ندمج بين رياضة السيارات بالاجمال واليوم بالاخص الكارتينج خاصة للولاد الصغار موضوع سلامة المرور يلي بيأثر بعدين على مسؤولية الأشخاص وراء المكوض على الطريق خاصة ببيئة متى اللبنان مزبوط يعني ان شاء الله يكون اليوم التأثير على كل شبابنا لانه عنا مجتمع ما بيهتم ابدا عنا دولة ما بتهتم ابدا بهذا الموضوع فمعنات ان احنا بدنا نعمل سيلف ديفنس بالكيادة السيارات على الطرقات وهذا موضوع بركي بنرجع بنحكي عنه انا وياك بشكل مفصل اكتر ديفنسف درايفينج مثل ما قلت سيلف ديفنس مش معنات انه احمي حالي بطريقة اغرسف بس كون عندي حس التوقع وبركي بنعمل حلق عن هذا الموضوع اكيد جارج رياضة الكارتينج بلبنان قد اليوم صارت فيها معايير عالمية بالكيادة الكارتينج رانيا هي الاساس بكل شيء اسمه موتر سبورت يعني اذا بدي اوصل حتى اصير بطل بالراليات او اوصل على الافوان اللي هي اهم رياضة محركات بالعالم بدي بلش بالكارتينج وكل ما بلشت بعمر صغير كل ما هيدا الشيء بيأثر علي لاتر اون طريقة احسن فاليوم نحنا مع جورج بدر يلي بعتبره مش بس اور تريني مش بس تلميزنا ولكن صديق بوجه تحية لأهله كمان خاصة لوالده يلي هو الداعم الاول لهالموضوع عم ببرهن انه اذا عنده شغف للسرعة والسواقة بالاجمال يمرسه بمحل امن والكارتينج هي الاساس بتنمي حس الديسبلين عند الاشخاص ومننا فينا نتطور لنوصل على درجات اعلى من الرياضات بموضوع الموتر سبورت فالكارتينج رياضة كتير مهمة رانيا انا بشجع كل الاهل اللي عم بيحضرونا اليوم اذا اولادهم بيحبوا السرعة خاصة بعمر جورج يلي هو 13 14 15 بتعرفي هذا الشغف كيف بينما خاصة بهالأعمار قبل ما يخدوا دفتر سواقة يتوجهوا على محلات امنة على حلبات مكفلة مع اشخاص مخولين مثلنا بكل تواضع لحتى نوجههم ونساعدهم لانه هذا شغفنا كمان ومش بس لانه نحن منحب نمارس الرياضة منحب ننمي الادرات عند الشباب وهادا هذا حدثنا و هذا هكتنا عنه جورج بدر جورج ايمة تبلشت بالكارتين كيف حدثت؟ انا بدأت بكارتين كامل من وعنا فأنا بدأت بأس ب你是 انصار مع رهين جورج وكت Tucane وبدأت بمشارة معهم دولارات مراتهم وقرأت هم نرى كلنا نحب وتتشهر على محلات أخير حول سيارة مدينة للفرمولا 1 لماذا أخذت كارتين؟ حتى أصعب 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 أسطيع أسطيع أعبار أشهر وأنا أمام أفضل أفضل فرمولا 1 لذلك أرد أصعب أفضل فرمولا 1 وأنا أريد أن أصبع أصعب أصعب لذلك أبدأ أصعب أصعبه حتى أصعب 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 لكن جهج يقول أنه من هو وصغير كان عنده شغف في السيارات تحديداً بالفرمولا 1 واكتشف أنه كل الأشخاص أبطال فورمولا 1 هنا بيلشوه كارتينغ بالأول بيكونوا عم بيسوقوا كارتينغ لحتى بعدين يصيروا أبطال محترفين فمنشي تقريبا سنة ونوص ولما جيتوا على لبنين كنتوا في أستراليا قبل أبدا نعم، كنت أترى في أستراليا قبل أبدا لذا ما أرادتي ليست أكثر من أبداً لأنها في الغربات العلمية لكنك أشخة الابنيسة نعم لكن عم بيقول إنه من سنة ونوص تقريبا لما توصل معكم جورج وبلش بطريقة جدا محترفة وقدر أنه يكون عم يتقدم ويتطور بشكل كتير كبير بحاجة لموهبة معينة جارج أو كل الأشخاص بيقدروا يطوروا مهاراتهم بالقيادة تعرف إرانيا تبلش بسك بموضوع أساسي نحن ربين عليه وهالفيلوظفية عادل متنة أنه رياضة السيارات هي للجميع موتور سبورت اسفر قول للأسف مش بس بلبنان بكل دول العالم هالرياضة مكلفة كتير يعني بتكلف مصاري كيف بلد مثل لبنان ما فيه اهتمام للجهات المعنية وما فيه دعم للمواهب فنحن عم ناخد على عطقنا مبادرات شخصية ونتشكر كل أور بارتنرز أكيد يلي عم بيدعمونا لحتى نساعد الأشخاص اللي بيحبوا هالرياضة ينخرطوا فيها ويتقدموا والجزير بالذكر كمان أنه جورج بلش تقنيا بعمر كبير نسبيا يعني ما بلش بكير عددا بيبلشوا عمر خمسة سنين وستة سنين وعنا تلميز بهذا العمر بس ولكن الفرق اللي عمله جورج أنه تقدم بسرعة كتير كبيرة يعني هلأ أورادي عامل الترانزيشن للرنتل كارتس سيارات الأجار للأماتير للبرو كارتس بعد شوارعي خبرك عنها هالترانزيشن كيف صارت ونحن كنا بكل تواضع بقلك وبكل فخر يلي دفشنا أنا وخيره على موضوع تنظيم الـ SWS للجينيور كاتيجوري بالبنان ما كانت تنظم قبل وهالبطولة بتصير بكل دول العالم فهذه السنة نظمناها وكان جورج بعدهم ببالش كارتنج وشارك فيها وكان عنده منافس كتير كبيرة وقدر برهن أنه يتصدر هذه البطولة ويربحها ويتأهل أوتوماتيكا إلى الفاينل الذي صاروا ببلجيكا بمنطقة غانك ممتاز كيف تنظم قبل كيف تنظم قبل وممتاز 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 كنت تنظم مع روين جورج لكو تنظم صعبوك هالك الهرين مثل وانو الآن ودعك اتناعي جميع أم لا راسي تحتاج آم لذيب فسيخال الضم اتناعي الى الجم كبير بسجume لأنه لنمتازم الفيزق وكم تشمع تشمع لذيب أحيانك أحيانك أحيانك. أحيانك أتعادلين في النهاية. والدعوة لمدة أفضل. بخصوص أحيانك. والدعوة. أحيانك أفضل، لكن أعتقد أني أفضل جيدة. في النهاية. ونحن تتكلمون لما هو الانتابعة؟ بلش البرو كارت. نفس بغولة لبنان كمان. مع انه بلش شواء مأخر. بس كنت بدي تسألي إذا عم يدرس كمان. بدي ترجم اللي قاله. لأنه اللي قال شغلة كثير مهمة. انه بحضر حاله مش بس بالقيادة أو بالتدريب. هو بيدرب تقريباً تمام ساعات بالأسبوع و بيدرب بالبيت مع السيمولاتر اللي عنده اياه. بس كمانا بيدرب يعني رياضياً بيعمل رياضة كتير حتى يظل قادر يكون كمانا بيكون يعني كل شيء معنوياً عقلياً ذهنياً و جسدياً بيكون عم بيكمل هالموضوع من كل جوانبه. هذا مرحب. بالطبع أنك مستحيل نعم. 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 ونساعدهم في المرأة لأساعدهم ونحن معهم ونحن أتركت بالأكادمية مثل ما أتركت جورج و روي لتنظروا عملياتهم في المرأة ونحن بسيطة ونحن بسيطة لأن المرأة هي مرأة جيدة لكن جرج يقول أنه يجارب أن يتخلق توايزن بين المدرسة ويجب أن يكون هذا الهوائي هذا الشيء بس مجبور أنه يكمل بالمدرسة ولكن أكيد بيقول مثل رسالة لكل الشباب والصبايا اللي بيحبوا أنه يكونوا أهم شيء عم يتمرنوا بمكان آمن بأكاديميات أو مع أشخاص يقدروا يعلمون أولين السلامة على الطرقات وسلامة القيادة أيضاً وإن شاء الله الكل بيوصل إن شاء الله جورج بنشوفك بطل عالمي يا رب أكيد عم بتهلول هلو لها الموضوع وإيمانكم كتير كبير ونحن كلنا ونحن نؤمنك جورج أنك ستكون مدرسة شكراً لكم شكراً لكم إن شاء الله نشوفكم بأعلى المراتب جورج متني خبير بإدارة السلام المرية ورياضة السيارات جورج بدر سائقاتي وممثل لبنان بنهايات SWS شكراً لكم شكراً لكم